موسيقى احنا موجودين هنا في الصرح العظيم محطة باشتيل محطة صعيد مصر اللي افتتحناها فخامة الرئيس شرفنا فيها وافتتحناها قريب المحطة هنا موقعها متميز جدا وعبقري لان هي نقطة في النص ما بين محطة رمسيس ومحطة الجيزة احنا هنا انشأنا المحطة دي علشان طبعا محطة رمسيس لما تم انشاءها كان عدد سكان مصر 4 مليون دلوقتي احنا بنتكلم في اكتر من 100 مليون فكان لازم ننشئ محطة جديدة تقدر تستوعب العدد الهائل دي من الركاب احنا هنا في الانشاء المحطة هنا نقدر نستوعب 250 ألف راكب يوميا المحطة هنا على مساحة 57 فدان مبنى المحطة ومباني خدمية ورشة عربات ورشة جرارات وطبعا مبنى المحطة ملحط به مول تجاري المحطة هنا بتحتوي على 11 رصيف منهم 6 القاهرة أسوان وطبعا ده بيكمل ممكن عادي روح اسكندرية ومنهم أربع أرصفة مناشي خط المناشي القباري وعندنا خط طبعا البضايع المحطة هنا بتحتوي على كل نظم الأمان والسلامة أجهزة إنذار وأجهزة إطفاء حريق وأجهزة إكس راي أحدث الأجهزة ندخل هنا المحطة بيقابلنا بهو المحطة وهو عبارة عن هرم زجاجي بارتفاع 40 متر واربع مسلات فرعونية إحنا كان مهمة قوي في اختيار المحطة دي إن إحنا نخليها ذاتة طراز معماري فرعوني علشان دي بوابة الصعيد وإحنا طبعا معروفين بالحضارة الفرعونية فكان لازم نخليها تعبر عننا دينا غير كده تذاكر تيفي أم الراكب يقدر لوحده يقطع التذكرة ودي من أحدث نظم التذاكر في العالم المحطة هنا بتحتوي على 1200 كاميرات مراقبة ما فيش أي جزء في المحطة مش مكشوف كان أهم حاجة في المحطة هنا إن زاوي الهمم يقدر يستخدم المحطة كلها لوحده بدون أي مساعدة المعاقين الإعاقة البصرية خصصنا لهم مصار مكفوفين بيقدروا يستخدموا المحطة ويروحوا للأماكن اللي هم عايزينها بدون أي مساعدة هنبتدي طبعا إحنا ابتدينا من ساعت ما فخامة الرئيس شرفنا في الافتتاح وإحنا ابتدينا فعلا تجريبي في المحطة هنبتدي إن شاء الله من واحد حداشر المحطة هنا شارك فيها أكتر من 7500 عامل من مهندس العامل الفني الحرا في السواق لأي حاجة فنتمنى دي هديتنا لأهلنا في الصعيد ونتمنى من أهلنا المحافظة عليها علشان كل بيتشارك فيها فنتمنى إنهم يقبلوا هديتنا ويحافظوا عليها اشتركوا في القناة